نروح بقى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أعلن عن نجاح إطلاق القمر التجريبي ناكست سات وان وده قبالة سواحل مدينة يانج جيانج بمقاطعة كوانج دونج بجمهورية الصين الشعبية وأكدت وكالة الفضاء أنه تم استقبال الإشارات الأولية من الأمر التجريبي من أول مرة بنجاح ده كان في مقر وكالة الفضاء المصرية وبتأتي العملية دي ضمن البرنامج الفضاء الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية واللي بيعتبر أول أمر صناعي تجريبي لاستشعار عن بعد وتم تطويره بالتعاون مع شركة باست الألمانية وده كمان بيعتبر واحد من المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل وكالة الفضاء المصرية اللي بتتمحور مهام الجانب المصري فيه في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحارجة وكمان عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وما تلاها بقى من إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكتر من 60 مهندس خبير في مختلف أو في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية أكد كمان دكتور شريف صدقي رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه الأمر ده بيعتبر خطوة مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من طراز الميكروسات مصر بتخطو بخطة ثابتة فيما يتعلق بتكنولوجيا الأقمار الصناعية عندنا وكالة الفضاء المصرية ومصر يعني كل فترة بتطلق قمر إذن عندنا مهندسين عندنا الكوادر المصرية وعندنا العقول المصرية ومصر يعني بتواكب التطور اللي بيحصل في العالم فيما يتعلق بهذا المجال